اشتركوا في القناة نسألوا اي سؤال ارقامنا 0132535766113 او 05 واتساب 766111 توني نجار اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان شو الاوضاع كيف الصيفية كيف الحركة منقول كتر خير الله عطول تأثر طبعا هذا القطاع كتير تأثر بالظروف مثل كل القطاعات الأخرى توني نجار خبرني شوية عنك قبل نفوض بتفاصيل الموضة مصمم أزيق لبناني كيف شو اللي جذبك على هالمهنة شغفك بهالمهنة الحلوة اللي فيها أبداع أول شي أنا صار لي تقريبا من الالفين وثمانتاش مخرج من الجامعة بلشت أسيس شوي شوي براند طبعي فريلانس أنا بشتغل بلشت من البيت هلأ صار عندي أتولياء لك فيه شغلة لوحد بيخلق عنده موهبة معينة مية بالمية فكان عندي هيدا النعمين وأنا كون عندي هيدا الموهبية اللي هي تصميم الأزياء بلشت نميع شوي شوي بتعرف الورد بصيل أتقلم وكون في ورق دي ومبلش شاكتر حي الله فبالسيقة بتصدف أن أنا عطي أنت أرسم مدرسة شابت شاكتر لا فظلنا نعم مسابرين على هيدا الحلم وكاتر خير الله عم نحاققه شوي شوي ولعيت الدعم أكيد أكيد فيه دعم فيه سبورت سيستم كتير كبير عندي إن كان الأهل أو إن كان من الرفقة يعني من الأنطراج اللي أنا عندي وهذا الشي بيخليك تتمسك أكتر بالشغف اللي أنت عندك يعني وما تستسلم بغض النظر على الصعبات اللي أنت بتقطع فيها كتير صلصا كمصمم أزياء مبلش يعني صح صح هي الفكرة أنه باللبنان فكرة المصمم أزياء لشاب شوي متاخدة بطريقة سلبية يعني لا للأهل اللي معقولي شجعوا أبنون أنه يفوت بهذا الطريق مع أنه هذا الطريق طريق كتير حلو أشحى مصمم الأزياء اللبنانيين شباب على فكرة صح وفيه كتير فن مع الفن أكيد بيجي في عندك الترتاح نفسيا أنت بس تعمل شي حلو وأدبته مبسط بس تشوف شغلك أنت عم بيتترجم على شخص بمجتمع هذا شي كتير حلو التعاطي مع السيدي خصوصا بالأزياء كتير صحاب أو سهل نوعا ما هيك وهيك يعني أكيد عنا طرنش من النساء هين نتعامل معهم وعندك قصة منهم لأ شوي بيكونوا بيكي وأكتر جملة بنسمعها أكيد بدي شي ضعفنا إن هن نتخاكرين أنه أنت هيك هم هيدا الأكتر جملة التنسمع هذا شي يبين حلو وهذا أنت وهذا أنت شو هكذا شو هن نعمل هلا نحن نشغل أكتر شي نبرز على الأصص الحلوة بجسم المرأة هو مراكز شو بي البقلة شو ما بي البقلة يعني المرأة المرأة مش ضروري تلحق المودة على قد ما ضروري تعرف شو هو بي البقلة لإله أكيد أكيد المودة بتروحه وبتجاه بس كل شخص عنده الـ identity تابعه يعني إذا من تشوفوا المودة كيف تغيرت من السبعينات حسب لهلأ كل شيء أب وداون كل شيء عب يتغير كل شيء عب يتطور إذا الواحد ما كان عنده الـ Identity طبعه هو يعرفه شو بحبه هو شو بيلبق له لكن شخص ما عنده هوية توني نجار تنفوت بصور بالموضوع 2024 صارت على نهاية الصيفية اللي كان مفروضة عامرة خربة طولنا إياها مثل العادي بلش يعني دور الأزياء أو المصميمين الأزياء يمكن أو ستات وشباب هالأيام صاروا كلهم يتابعوا الموضة ببلشوا يفتشوا على الموضة موضة السنة الجديدة من وقت أبكر يعني نحن هلأ فتنا بالموسم اللي أنتو بلش شغلكم للموسم الجيء بلشنا خريف شتاء 2025 نخبر نهايك هلأ في كتير قصص رح ترجع تظهر بموضة هيدا السنة أول شي سبنا نحكي كألوان عنا ألوان أساسية وعنا الألوانة اللي هي ألوان نترندي الألوان الأساسية هي أكيد الألوان الشتيوية المعرفة فيها يعني اللي دائما منشوفها الباج الب lut الن الأخضر الغامي أول ولدتا دايماً كل شتوية وعندنا الألوان الدرجة اللي هي الـ Trendy Colors في عندك الأزرق الفاتح عندك البابكين ريد يعني كلها ألوان وارم إذا بدك أكتر ألوان دافية أكتر يعني بعدك كانوا نفس الألوان من 2040 إلى 2025 أم تتغير شيء بصير؟ أكيد بيتغير مثلاً بيفوت لون بيظهر لون بس الألوان الأساسية بتضل هي زيتها ما بيتغير شيء فيها الأكتر شيء بيصير في لعب بالـ Style بالـ Cut بالـ Fabrics بس الألوان بالنهاية اللون اللي مشات المطبعة أو المطرزة درجة كمان هولا ما بتطبر ملوته هولا أكيد هولا بيظل لون دايماً وأصلاً عم نشوف أنه كرماله القصص الـ Printz والشاك عم بيكون بعد عم ينطلب أكتر شو أكتر لون درج رح يكون بالـ 2025 عددنا الألوان بس الأكتر هيك يعني الأكتر موضة لك في لون محدد ما فينا نقول في لون كتير محدد لأنه نرجع منقول كل حدا يعني هو شو اللي بيحدد اللون إذا كتير رح يكون درج أو لأي كمية العالم أداة بتاخد تشتري من هيدا اللون وعندك أنت كل حدا بحب ألوان معينة بس أنه أكيد رح يكون في البنة أكتر شي رح يكون درج الجريل غامي أكتر شي رح يكون درج يعني كل شي غاويمي أنفات هو اللي رح يكون طاغي أكتر شي والموديلات؟ الموديلات رح نرجع نشوف البلتة أب بسموه السنتور اللي بيكون على الخصر أو تحت صدر بشوي السنتور اللي بنحط على الترانش كوت آه رجع صار السنتور رح يكون درج نعم 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 رجع صار درج هذا بيعطي لك صفستيكيتر وبيحدد لنا الفيجور أكتر شفناهم عند ديور وعند شانال وعند والانتينو كمان عنا شغلة تانية كمان رح تكون درجة هي البنسل سكورت التنورة اللي بتيجي لحدود الركبة آه رجع الطويل رح يدروش نعم لحدود الركبة رح تدروش درجة من قبل من كم سنة لأورا ياس وهلأ رح ترجع تدروش هيدا مبتطل مدتا أبدا هنشوف كمان صور هوا شغلك لا هيدا الدرج هيدا هلأ مرجع منحكي عنا بعدين البنسل سكورت هي بتنلبس ايبنين جاون وبتنلبس بالميتيك نشغل إذا بدك أو شي عندك كمان قصص المتاليكس كل شي متاليكس هيدا درجة هيدا عندك قصة هيدا الخصر هلأ اللي عمشوفه إذا متابعونا بالصورة عمشوفه هيدا فصة العراس هيدا فصة العراس هيدا فصة العراس هيدا القصة الخصر رح تكون درجة أكتر يعني كيف ستيل ديزني برينسس اللي بتكون نازلة متاليكس هيدا رح ت هيدا 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 الأزرق هيدا الأزرق هيدا الأزرق هيدا بيلبع شبيني يمكن هيدا هيدا ستيلة النورة هيدا ستكون درجة كثير هيدا السنة هيدا موضة هيدا أو كثير هيدا أصيري وطويلة هيدا بس هيدا هيدا ستكون درجة دنتر ستكون درجة الشاك ستكون درجة الفلورل البرائدل هي قليلة يكون في شيء زيادة فيها هيدا إذا بدك ثابتة يتغير كم شغلة بسيطة فيها لكن البرائدل هو شيء كثير في خيم لذلك ما بيخلع الأمر من الشاك من الورود من الريش طوني نجار عم نشوف عادتها في بعض الناس بيعتمدوا بأعراسهم ثلاث شبيني ثلاث شبيني شبيني أو شبينات بنات اثنين أو ثلاثة أو أكتر يمكن طيب بهال بهالحالة كمان نشوفهم لابسين وفصان موحد أو لون موحد العريس شبين بعده يعني مفروض يضل لابس مدلة مثل مدلة العريس يعني هو وشبين هيدا الموضة ما بتبطل ما بتتغير هلا نحنا الشباب مع كل حقنا بالموضة اذا بدك انا دايما بسل عنهم بكل حقنا نحنا ماشي بس من نروح العريس من البس بدلة وخلصنا يعني بس من اللحظة انو شبين نفس بدلة العريس اي هي ما لازم تكون نفس بدلة العريس فيكون يعني الموضة ما بتمنع ان تكون غير هي الموضة ما بتمنع شي هي الموضة بتقبل لك بتفتح لك المجال لك لانت تنقش وبدك وش ما بدك وانت تحط الرول زي اللي انت بدك يعمل ايضا بيباند برسونال انت عامل فما فيش اسم الموضة بتلزمني اعمل هيك انت اللي بتلاقي منصب يلي بتحب تعمله يلي بعبر عنك تاعملو طيب شبين اوقات يلبسوا نفس اللون فيهم يلبسوا واسا اعتبر ازرق مرة فرضا فيهم يلبسوا مدرجات درجات لازرق يعني ولا ازرق فاتح ازرق غامي ازرق سوامي او لا مفروض نفس اللون كمان ولا كمان هون الموضة مخاصة زوء شخص بيصير هلأ هون زوء شخص الموضة مخاصة بس بالنسبة لها قالي انا لازم يضل فيه الشبينة الاساسية الشبينة يلي مبينة ظاهرة اكتر شبينة رئيسية يعني هي بده تكون شوية غير عن لونة اللون اذا بده نحقد نحن كدرجات اللون لازم تكون هي الدرجة اللون هي اللي بسته هو اللي ظاهر اكتر للعين كمان تكون على تمضيع بينها وبين باقي الشبين مش غلط يلبسوا كلهم نفس اللون إذا بدنا بس كمان يكون فيه تغيير بشكل الدرس يعني الدرس يكون نفس الموضة اي يعني الدرس يكون شوي اتقل شبينة رئيسية هلأ دارش كمان اوقات بيكون الفستان الشبينة ريليتد للبوكي العروس او لازينة العرس كالكل كمان هيدا بعضه بطلت كتير ان بتلاقي انه هلأ اللون الفستان الشبينة والورود شي تاني بس اكيد كلهم تناسق مع بعضه نحن عم نحكي بجامد كولور معينة بتناسق مع بعضه ما عم نحكي اكيد بألوان كتير مختلفة وهذا اكيد بيرجع لزوق كل حدا حلو المكس قد ماتش بالألوان بيعطي شوية روح للعرس اكتر على انه يكون كل شي مونوتون لانه ساعته بتزهق شوي من الالوان طوني نجار بدي اسهلك سؤال هلأ عم تشوف نحنا على السوشل ميديا ديرج بفوت انلاين بتشوف موديل من الصين او خلافه من غير محلات باسعار كتير متهونة وكتير رخيصة والناس عم تتشجع عم يشتروا ويطلبوا ويوصلن عندهم هونيك المسيبية بتطلع السن نوعية القماش نوعية طريقة الخياطة نوعية الخياطة النظافة كله بتلعب دوره اللي عم نشوف على السوشل ميديا كداش هو مظبوط ومش كل شي رخيص يعني منيح مظبوط اكيد كل شي بحقه قادي كتير منشوف على الانلين بيجز دراس حقه تنقول ستين دولار بيكون اذا بدنا نقول الواصل عندك خمسة وستين دولار من وراء الازم اللي نحن عايشين فيها من وراء الاقتصاد وإلى ما هنالك كل شي بيلحق بعضه كل شي بيتأثر بتصير العالم هي بده تجيب لو كوست لو برايس كرميل جاري بتوفر قدمة فيها وبالنهاية بتقول انه رحي لبسه لابسة وبعدين خلص الناس بتصير تقول انه انا شعري يا فستان حقه الف دولار لبسه لبسه وبقى لبسه حرام فانه لقى بشترى حق فستان خمسين ستتين دولار التي هي وبقى لبسه لبسه لبستين وبعدين ما بيقصف بقى له بس هاليا ترى الادراس اللي عب ينجاب الكواليتي تابعه بتكون منيحة الشغل عب يكون منيح السايز عب يكون مضبوط لقماش اللي بقليك ضابط عليك متل ما انت بديك يعني في كتير عوامي اللي بتلقى بدور على هيدا الموضوع طيب في نقطة كمان بيرزي ويأهم الصبايا او الستات او السيدات او الانسات بدوا يقلدوا يقلدوا الفنانات ما يدي زاهرة زاهرة كبيرة صارت هل يصلح لباس الفنانة ولو على المسرح للباس سيدة او صبية او حيالا او انسة لو مناسبة كبيرة يعني تياب الفنانة يصلح للصبية العادية ولو كانت المناسبة كبيرة ولا لا ما بتصلح هلا تلاح تربيع الفنانات بس بنيطلعوا على المسرح بيلبسوا قصص خرج استعارض اكتر او اذا بدك اصاص كتير فانسي كتير فخمة كتير اكتر 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 هو وزيق اصاص كتير قصص غريبه لانه بالنهاية هذا كله بيجيubscribe سيأخط شغل بحبة ويعامل الادابتر komen اخير سؤال اذا اندور او ادور بتختلف ماذا نلبس نحن معظومين على حفلة اندور او حفلة او ادور هون في خلال اختلاف او لا ما بيأثر لا لا ما بيختلف اذا اندور او ادور اذا ما بيختلف على شو تايب او او ايبان انت رايح عليه اذا كوكتيل عادة اذا خطبة اذا شوية اكتر من أكثر بساعتها بيفرق شوي لدراس كود مثلا شو ما أقول تلبس شو ما أقول ما تلبس بس إذا اندور أو آتدور بحس ما بيختلف غير إنه إذا بتلبس كم طويل أو حفر بس إذنه الإفنط هو إفنط سواء كان اندور أو آتدور مصممي بالأزيق لبناني توني نجاش شكرا كتير لك معنا شرفنا اليوم على صوت لبنان وإن شاء الله يكون هايك يفيدنا شوي إن شاء الله أكيد حاولنا نسأل أسئلة اللي كانوا عم يطرحون علينا ونحن عم نوصل لك إنيه شكرا كتير لوجودك معنا بتنيني لك توفي نيولوك انتهى أنا بشكر كل اللي تبعونا مني أنا أودري داغر وكل فريق العمل أطيب الأمنيات إلى اللقاء